خذوا ايضا مهارة التقييم الدقيق للنفس والتي تتطلب من الانسان ان يكون صادق في تقييم نفسه صادق في تقييم سلوك اداءه فلا تسمح مثلا للغرور او العناد ان يمنعك من الاعتراف بالخطأ او الرغبة في تطوير الذات احيانا احنا بسبب غرورنا نرفض ان نعفو ولا نرفض ان نصحع عنفسنا فالاخطاء والذنوب ليست هي نهاية الحياة اذا تاب الانسان عنها واصلح ما افسد تذكروا هذا الفرصة للتجديد وعندما يكون لدينا الوحي الادراك لمشاعرنا والرغبة في تجديد الذات في نفس الوقت عندها لن تكون ممن قال عنهم الله سبحانه وتعالى واذا قيل له اتق الله اخذته العزة بالاث فحسبه جهنم ولا بئس المهاد يعني يرشد الى الصواب فيسر على المعصية زيادة اذا اعلم انك عندما تريد ان تعود الى الحق ستجد دوما من يريد ان يعود بك من البشر الى المعصية من جديد او ان يبتزك ويبتزك باخطاء الماضي اياكم ان تخضعوا للابتزاز حتى لو اثبتوا عليكم صورة واللغة اياكم لان الابتزاز ليس له نهاية فهناك من يريد ان يبتزك هناك من يريد بيننا ان يفعل كل هذه المساوئ نتعجب نحن لهذا السلوك الذي يراد به تقييد المرء في اغلال المعصية يخلي الانسان يخلي البنت هذه في المعصية ما يخرجها ابدا فيخليها في المعصية والدم بالمقابل تأملوا سلوك سيدنا موسى عليه السلام عندما ذهب الى فرعاون وطلب منه ان يطلق سراح بني اسرائيل مستعبدهم في مصر خليهم تركهم فهنا فرعاون اراد ان يتلاعب بمشاعر سيدنا موسى ويقيد باغلال الذنب القديم ويذكره بفضله قال المن ربك فينا وليدا انت ما كنت عندنا طفل صغير راحنا ربناك ولبثت فينا من عمرك سنين سنين وانت تاكل من نعمتنا شوفوا الان المنه وفعلت فعلتك التي فعلت هذا الجريمة لما قتلت المصري وانت من الكافرين كافر بكل هذه النعم اللي اعطيتك اياها الان لما يواحد يحاول يمتن علي ويبتزني لاجل ان يخليني تحت سلطة ما هو الرد رد عليه سيدنا موسى عليه السلام فقال قال سيدنا موسى يعني قال فعلتها اذا انا فعلا فعلت هذه الجريمة وانا من الضالين انا كنت مخطئ لكن ما كانت جريمة قتل متعمد جريمة قتل خطأ ففررت منكم لما خفتكم لو كنت اعرف انكم تعاملون الناس بعدالة ولا تعاملون القتل العمد مثل القتل الخطأ لا ذهبت الى العدالة التي عندكم لكن انتم ستعاملوني معاملة القتل العمد ففررت منكم لما خفتكم من ظلمكم فلما فررت ماذا حدث فوهب لي ربي حكما علمني كيف احكم على الامور وجعلني من المرسلين اذا سيدنا موسى عليه السلام المؤمن بصفات تجديد الذات استغفى الرب سبحانه ايقا بعلوة عز وجل فاعطاه هذا الادراك قوة وثقة وهذا كله جعلته يركز على هدفه بدل من التركيز على الذنب الذي فعله وبدل من ان ينصرف من مجلس فرعون شاعر بالخزي بسبب الفضائل التي فعلوها له والذنب الذي ارتكبه لا خرج وهو قوي فلا تدعوا احد يبتزكم ويتفضل عليكم ويسيطر عليكم مثل هذا انتبهوا واعلموا ان الله سبحانه وتعالى تعامل مع امر مختلف اعلم ان ربك يغفر كل ما دون الشرك من ذنوب فلا تسمح لأحد ان يخرجك من رحمة الله التي وسعت كل شيء لا تذكري وانت تتوبي لا تذكري ذنوب الاخريات وتذكريهم بها اذا اردت ان تبدأ من جديد دعوا الناس تبدأ من جديد ايضا ولا تهوني عليك ولا على الناس ارتكاب المعصية حتى لا يستسهل الناس العودة اليها بعض الناس يستسهل العودة للمعصية اذا صفات تجديد الذات تطوي صفحة الماضي وتفتح صفحات البدايات الجديدة باذن الله وهي ليس لها نهاية سبحان الذي يغفر ويعفو ويتوب ويبعث من جديد اشتركوا في القناة